نادي الأهلي في بيانه هو الآخر بعد ما أصدر الاتحاد الكرة بيان نادي الأهلي قال في بيانه أنه قرر الاحتكام إلى المحكمة الرياضية الدولية طلبا للعدالة في أزمة الملعب الذي سيستضيف المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا ردا على رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إقامة المباراة المشار إليها على ملعب محايد بعيدا عن الفرق الأربعة التي تتبار في الدور قبل النهائي للبطولة فضلا عن أمور أخرى تخل بالمساك الأولمبي ولوائح الفيفا ولوائح الاتحاد الأفريقي ذاته وسأكون الأهلي الذي سبق وأن طالب كاف بإقامة المباراة في ملعب محايد بالطعن على القرار الصادر في هذا الشأن وسوف يطلب إجراءات مستعجلة للفصل في الموضوع قبل الموعد المحدد للمباراة خاصة وأن كاف في القرار الصادر عنه والمدون على حساباته الرسمية منذ أمس أعلن عن سناد تنظيم المباراة لملعب بعينه وفي نهاية القرار ذاته أشار إلى أنه يدرس حالين إقامة المباراة النهاية بالنظام القديم ذهابا وإيابا والنادي الأهلي يأمل في حرص الاتحاد الأفريقي على عدم تعطيل العدالة وانتظر قبوله للإجراءات المستعجلة وتقديم المستندات ذات الصلة للمحكمة الرياضية الدولية حتى يتم الفصل في هذا الأمر وتحقيق العدالة الناجزة ده البيان الثاني اللي صدر من مصر بعد ما اتحد الكرة أصدر بيان تحقيق العدال من الجبال تقريق العدل ترجمة نانسي قنقر